طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اه هذي مسائل لدرس اتناعشر بوينت اربعة. درس اتناعشر بوينت اربعة. طيب اه عندنا تغيير من اغلب الاسلة الفردية سؤال واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة واحد داشة ترتاش وخمسطاش وستعاش. اه الدرس هذا جدا سهل. بيتكلم على قانونين. شرحتها في الدرس. يطلب منك اللي هو هذا الرمز. اللي هو باخصار شي جدا. انا كاني بيقول لك اجيب المشتقل جزيه بالنسبة للأكس. والمشتقل جزيه بالنسبة للواي. والمشتقل جزيه بالنسبة للزيد لو كان لديت ليه. اما التطبيق الاخر اللي هو يطلب مني معادلة التانج بلين اكويشن. هي عبارة عن زيد تساوي. اعطيه نقطة طبعا نعوض بها في ايش الدالة اكس واي او كان لو في زيد كمان. بعدين زايدا المشتقل بالنسبة للأكس. مضروبه في اكس ناقص اكس نوت. زايدا المشتقل بالنسبة للواي. مضروبه في واي ناقص واي نوت. و لو كان اندي زيد حيكون ايش. المشتقل بالنسبة للزيد مضروبه في واي ناقصا او زيد ناقصا زيد نوت. طيب. الاسئلة من واحد الى تسعة. كله يبغى يعني اشتق. يعني هذا القانون. بس اشتقق عالي جدا. طيب نبدأ بسم الله. سؤال رقم واحد. اعطاني الدالة اف او اكس واي تساوي لي اكس كيو اكس سكوير واي بلس ثري اكس واي. يبغى يعني نشتق. رمز الجريدينت اف هذا هو يساوي هذا الرمز نحط كلانه فيكترز. اشتق بالنسبة للأكس كله معادلة. هنا عندي اشتقق الاكس تربيع عبارة عن اثنين اكس والواي كونسانت. ازايدا. اشتقق الاخس هنا بواحد فصل عندي ثلاثة واي. فاصلة. اشتق بالنسبة للواي. هنا اشتقق الواي بواحد والاكس تربيع كونس فيصل عندي اكس تربيع زائدا هنا شقاق الواي بواحد فيصل عندي ثلاثة اكس هذا السؤال اول السؤال رقم ثلاثة اعطاني الدالة اللي هي اف اف اكس واي تساوي اكس مضروبة في اي بس اكس واي دالتنا وبرضو يبغى غريدينت نقول تساوي المشتقة بالنسبة الى اكس تلاحظو انه عندي هنا دالتين هذه دالة هذه دالة في الحد الاول في اكس في الحد الثاني في اكس مشتقة الدالة الاول عبارة عن واحد في الثاني يعني واحد في اوس اكس واي اوكي زائدا الدالة الاولى هي اكس تنكتب زي ما هي في الدالة الثانية. الشقاقة هي نفس الدالة في المشتقة التبعة تبعها تبعها. ايس واي اشتقة بالنسبة ليس يعطينا ايس واي. اوكي اضرب هنا في واي. اوكي خلصنا من المشتقة بالنسبة sir ايجيين المشتقة میں بللنسبة الواي. السؤال هنا هل الدالة ولا فيها واي لا يدر يتبر كونستنت. واشتقت دالة الثانية بالنسبة للواي لانه اس فيها واي فسد مشتقت اكسبونيشيها نفسها اي اس اكس واي مضروه في الاس تباعها بالنسبة للواي مشتقت الواي بواحد فهيكون باقي اكس. وهذا هو الجواب. ممكن ممكن تسحبوا اي اس عامل اي اس وواي عامل مشترك. عار جدا. لاحظوا عندي هنا. اقول له ساوي. ممكن تضرب هاد اكس في اكس يعطيك اكس تربيع. فهنا اول شي خدوا اي اكس واي لاحظوا اي اس اكس واي اي اس اكس واي اخدوا كونستنت او اخدوا يعني عامل مشترك اي اس اكس واي سحبته من كل الحدود. فابقى عندي ايش? هنا بقي عندي لاحظوا واحد لما شلت هنا المقدرة واحد زايدا اكس ضرب واي زايدا اكس واي. هنا اكس في اكس الاكس تربيع. بس هذا هو الجواب. السؤال رقم خمسة نفس الطريقة. قل لي اعطيتك الدالة اف او اكس واي. تساوي اكس سكوير واي. مقسومة على اكس بلاس واي. يبقى غريديانت برضو. يعني هو يعني هذا هذا يعتبر تطبيقات على الاشتقاق يعني كانوا تطبيق على الاشتقاق. غريديانت ما هو لا تطبيق الاشتقاق. نقول غريديانت اف يساوي. نحط رمز الفيكتور زايدا. الان اش هذه مشتقة قسمة صح? مشتقة قسمة عبارة عن مشتقة البس ضرب المقام. ناقص البس في مشتقة المقام على المقام التربية صح? يلا. اول شيء نشتق بالنسبة الالي هنا مشتقة الالكس تربعة عني ثانين ايس والاي كونست في ايس اليbor دي نoin ايس واي مشتقة البس ضرب المقام لو اكس زايدا واي. ناقص القانون البس يقتل ما هو لو ايكس سكوير واي في مشتقة المقام بالنسبة الكس عنديه هنا مشتقة الالconnect في واحد والواي كونست في الشقاقب الصفر يعني في واحد. على المقام تربيع X زايدا Y خلصنا من المشتقة بالنسبة للX برضو بص مقام انا اشتق بالنسبة للY يعني X constant مشتقة البص مشتقة البص بالنسبة للY واحد في X تربيع هذا مشتقة البص في المقام X زايدا Y ناقص القانون البص يكتب كما هو X square Y في مشتقة المقام بالنسبة للY يعني مشتقة البص بصفر طلعش في واحد على المقام تربيع X زايدا Y الكل تربيع يقف رمز الgradient طيب نجي الآن عندي فكة قواس عادية جدا خاصة باقي كله تبسيط يساوي نضرب القوس الأول ذا في ذا وفي ذا 2XY في X يعطينا هنا يساوي 2X في X يعطينا X square Y بعدين أضرب 2XY في Y زايدا 2XY سكوير هذا الناقص يصيرك ناقصا X square Y على X زايدا Y تربيع قفر رمز الgradient عندك صارت نعم يساوي شوفوا عندي هنا 2X تربيع Y ناقص X تربيع Y ما هذا شبيه X تربيع وX تربيع Y ما ناقص X تربيع راح وبيقي عندي X تكعيب على X زايدا Y تربيع قفر الوقاس ممكن في الكتاب يقول لك أنا ممكن أسحب مثلا لاحظوا هنا ممكن أسحب مثلا X من هنا عامل مشترك عادي ما عارف الناقص اللي يعجبك خاص هذا هو الحل صح هذا الحل برضو صح تبقى تسحب X عامل مشترك X وعامل مشترك من هنا من الحد هذا ما في شي كله صح طيب السؤال اللي بعده شوف السؤال اللي بعده السؤال سؤال رقم 7 برضو يبقى جريدينت F X Y Z ويساوي الجذر التربيعي X تربيع زايدا Y تربيع زايدا Z تربيع يبقى جريدينت يلا عادي يقول جريدينت F يساوي المستقى بنسبة X هذه جذر تربيعي قائمة الجذر التربيعي ماذا تقول مشتقت جذر التربيعي تساوي مشتقت ما بداخل الجذر على 2 مضربة في نفس الجذر هذه قاعدة مشتقت جذر التربيعي فاني نحط كسر يلا مشتقت ما بداخل جذر التربيع بالنسبة X يعني هنا فقط هذا نشتق واشتق X ببعض 2 X على 2 ثابت في نفس الجذر اللي هو X square plus Y square plus Z square فاصلة طبعا 2 تروح مع 2 هنا برضو يحط مشتقت الجذر التربيعي بالنسبة Y مشتقت Y هنا 2 Y على 2 ثابت في نفس الجذر اللي هو X square plus Y square plus Z square اثناء راحة مع 2 فاصلة المشتقة بالنسبة Z يعني مشتقة الجذر تربيعي الجوتها مشتقة بالنسبة Z 2 Z على 2 في نفس الجذر X square plus Y square plus 0 square راحة 2 2 2 2 قف على مت gradient بس انتهى الحال لاحظوا معا اني عندي فيه اشياء مشتركة ممكن يعني ممكن تسحب عامل مشترك لاحظوا المقام هنا هذا الجذر موجود في كل الحدود فانا ممكن اصحاب اقول لكم واحد على الجذر التربيعي X square plus Y square plus Z square كمشترك برا gradient بقي عندي ايش هنا بقي عندي X Y Z صح انت لو ضربت هذا المقدار هنا حيرجع نفسه واضح ان شاء الله طيب نشوف السؤال اللي بعده السؤال رقم تسعة سؤال تسعة برضي بقى gradient اعطاك الدالة لي F X Y Z تساوي X square مضروبه في Y مضروبه في X X ناقص Z لاحظوا هنا هذي الدالة تعتبر الدالة والدالة اضربوه من في بعض يعني عادي طيب بالنفس الطريقة نقول gradient F equal حط الرنس حق المشتقة بنسبة X لاحظوني عندي حدين في ومكس هذي الحد وهذي الحد صح فالواي هذي اللي في النصعة تبر كونسط فاشتق يلا اشتق يعني كاني باقول لكم كاني باقول لكم اخذوا اول شي كذا هنا اشتق هذا تعتبر الواي كونسط تعتبر مثلا هذي الدالة هذي الدالة عادي الواي كونسط هنا مشتقة الواي كونسط هذي مشتقة الاول ضربة الثانية مشتقة الواي اوس اكس ناقص زد بالنسبة الواي اوس اكس ناقص زد مضروف مشتقة الواي اوس اكس بواحد يعني اش خلاص فيكم بواحد ما تحتاج ان اكتبه الواحد بعدين اوكي هذي المشتقة مشتقة الاول في الثاني زايد الاول اكتب ما هو انهي اكس سكوير اعتبره دالة في الثاني اكتب مشتقة الاول في مشتقة الثاني سأكون نفسه اس اكس ناقص زد واضح ان شاء الله مشتقة الاول في الثاني زايد الاول في مشتقة الثاني مشتقة اس ناقص زد نفسها في مشتقة اخت اكس حلوين هذي الآن هذي هذي المشتقة بالنسبة للكس. حط فاصلة. طيب. المشتقة بالنسبة للزد. لاحظوا معي انه انا عندي او سر الواي. انه انا عندي هنا ما في واي في الحدة الاول هذا. هنا ما في واي. فاشتقة الواي. فقم اشتقة الواي بواحد فنضيره في الكونست فيصر عندي ايش? اكس سكوير في اي اكس ناقص زد. واضح يستويس? هذا الان باشتقه هو فقر لا باشتقه واحد. الباقي كونستنت. فاصلة. حتى ما تكفل مسافة اكتوب هنا. المشتقة بالنسبة للزد. لاحظوا انه الان هنا عندي هذا الاس تربيع كونستنت. واي كونستنت. اشتقل هذا المقدار في قدر الاوزيل. سر اي اوس اكس ناقص زد. واضح في مشتقة الو السبعة مشتقة السالب زد مع رسالب واحد. قفل رمزة جريدينت. اوكي? حلق انت هلاحظوا ممكن ممكن الناس عقل نشترك من هنا. ممكن لاحظوا. اي اوس اكس ناقص زد. اول شي عندي اكس هنا. ممكن نسحب احط لن ثاني. ممكن نسحب الاكس من هنا. والاكس واحدة من هنا. والاكس واحدة من هنا. اوكي? ممكن. سوري هنا بس نسينا حاجة هنا. هيبقى الاكس تربيع واي كونستنت هنا في الحد الاخير. اكس تربيع واي في اي اوس اكس ناقص زد في سالب واحد. اوكي? لانه هذا كونستنت كله كونستنت فشقاقه بواحد يعني. يعني ثابت ثابت ما اشتقه. ثابت في متغير الكونست نبقى كما هو. طيب لاحظوا معي عندي هنا. ال اكس هادي اصحب منها عامل مشترك. اكس هنا واحدة كمان. اكس واحدة هنا. اكس. كمان لاحظوا. ممكن هذا اي اوس اكس ناقص زد. اخذ عامل مشترك. من هنا. من هنا. من هنا. ومن الليلة. كل حد الموجودة. ويساوي. طيب. يلا فاسحب. اصحب. اصحب اكس. اضروبه في اي اوس اكس ناقص زد. هذا مشترك. حلاص اش بقي عندي افتح قريديانت. بقي عندي هنا اشوفه من هنا. بقي عندي اتنين. ممكن كمان هنا الواي تخليها برا يعني كده واي من الحد الاول ده. افتح قوص اش بقي عندك? اتنين. اوكي. اتنين. اتنين زايد اكس. خلاص انت خلاص انت لو خلتها كده بس شوف اتنين اكس واي. من هنا من هذا المقدار الكامل اللي هنا شوفه. هذا الحد الاول. سحب هنا سحب ذا. سحب ذا ايش بقي عنده? واي. سحب واي من هنا شوفه. كمان سحب واي من هنا واحدة. بقي واي. بقي من هنا من القصر اول كم اتنين. وسحب الات كمان برا. بعدين. من هنا لما سحب واي برا سحب ايش بقي عند بقي لو اكس واحدة. واضح تسويش? الان هنا. شوفو. هذا المقدار كامل هو هذا مشترك بالنسبة الاكس. اول شي انا بالنسبة لكل الجواب. طلعت الاي اكس في او سيك ناقص زد مشترك. من هنا من الحد هذا هنا عندي واي مشترك. طلعته. بقي عندي هنا اتنين. اوكي. بعدين من الحد هذا اكس. الباقي كله طلعته برا. واضح ان شاء الله سوي. فاصلة. هنا الطبيعي لما نشلت. شلت اكس واحدة. واي او سيك ناقص بقي اكس. من الحد الثاني. حين شلت اكس واحدة. تمام. واي او سيك ناقص بقي عندي ايش? سالبا اكس واي. سالبا اكس واي. واضح تسويش سحبت سحبت عوامل مشتركة فقط. طيب. هذا السؤال رقم. سؤال رقم تسعة. طيب. سؤال رقم احد عشر. وسؤال رقم تلطاش. طيب. سؤال احد عشر وتلطاش وحتى خمسة عشر وتلطاش. يبا بينك جيبا جريديانت. اوكي. بعدين يباك جيبا تانجينت. بس. هادي هي. ويعطيك طبعا نقطة. زي اكزامبل واحد بالضبط. سؤال رقم احد عشر. اعطاني الاف او اكس واي. تساوي اكس سكوير واي. ماينس اكس واي سكوير. واعطاني البوينت اللي عندي. هي السالب اثنين وثلاثة. يبغى منك المطلوبة تجيب الجريديانت. واجيب المعادرة. طبعا التانجينت بلايين. معادرة. حين قلنا خلاص نكتبها. اقريد عارفين قانون اللي هو ايش. المشتقة بالنسبة الي زي. التانجينت بلايين معادرة كي تستوي اف اكس واي. يعني اعوض بالدالة بقيمة الاكس والاي المعطين الهي البوينت. زايدا. المشتقة بالنسبة الي اكس. في اكس ناقص اكس نوت. زايدا. المشتقة بالنسبة الي. في واي ناقصا واي نوت. واضح? طيب. هذا الان. هذا الان هو السؤال. طيب. ليش مش راكم الجاهزة او سن نجيبه نعوض عن نقطين في الدالة بأعين حتى نكمي المسألة. يلا نقول انسر. اجيب اف اف اكس تربيع في ثلاثة ناقصا الـ X بالسالب 2 في ثلاثة تربيع سالب 2 تربيع كم فيها 4 4 في 3 كم فيها 12 هنا 3 تربيع 9 9 في سالب 2 سالب 18 والسالب مع سالب 3 موجب كم 18 الجواب يساوي 30 جهزت الـ Part الأول من المعادلة باقي الآن أجيب الـ Part الثاني لهواش عادي أجيب أول شيء بـ Gradient فأقول Gradient النقطة اللي عندي هي سالب 2 يقول كده سالب 2 و 3 يساوي أول شيء نشتاق بنسبة لـ X هذه المعادلة هنا عندي X تربيع شقاقه بـ 2X والـ Y كونس نصر عندي 2X Y ناقصا عندي شقاق لـ X بـ 1 ناقصا Y سكوير فاصلة الشق بالنسبة للـ Y هنا الشقاق الـ Y بـ 1 يبقى عندي X سكوير ناقص الشقاق الـ Y تربيع عندي 2Y ونظروا في X رادي ناقصا 2X Y نقفل الآن عاوض نقيمة كل X بـ 2 بسالب 2 وكل Y بـ 3 نفتح رمزة Gradient يلا يلا 2X 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 3X ناقصا عندنا 3 تربيع فاصلة سالب 2 تربيع ناقص 2X في سالب 2 في 3 نتبهي للشارات يلا يساوي هنا 2 في سالب 2 أعطيك سالب 4 سالب 4 في 3 كم سالب 12 3 تربيع 9 وفيها سالب أعطينا ناقص 9 فاصل سالب 2 تربيع أعطينا كم 4 سالب في سالب أعطيك موجة 2 في 2 4 4 في 3 كم أعطيك 12 زائد 12 نبسط سالب 12 وسالب 9 كم فيها سالب 21 فاصلة 4 زائد 12 كم فيها 16 وهذا هو إيش أجريدي الآن خلاص أجي طبعا هذا إيش هذا F سب إكس كقيمة وهذا F سب Y يلا أجيك لك الزد تساوي لأنا بجيبها لكو يجين F F X Y وينها اللي هي طلعت عندي 30 ثلاثين ثلاثين بعدين زائد F سب إكس هذي بالسالب فتبقى سالب ناقصا 21 نفتح قوس X ناقص X نوت وين X نوت هذه X نوت هي سالب 2 ناقص مع ناقص رش موجب بعدين زائد F سب Y وينها F سب و 16 في Y ناقص Y نوت وين ال Y نوت هنا ثلاثة ناقص ثلاثة انتهت المسألة يبديكم تفكوا الأقواس هذه وترتب معدل ويساوي 30 ويساوي 30 اضرب هذه ناقصا سالب 21 X سالب في موجب وعطيك سالب 42 زائد هذا يفتح القوس 16 Y موجب في سالب بسالب 48 40 رتب حكمة هاليكسات أول حاجة عادي سالب 21 X زائد 16 Y ترتيب جمالي 30 42 48 حط لجواب سالب 60 طيب سؤال 13 نفس الفكرة أعطاني دالة F X Y هيركز معايا أعطاني Cosine By X ضرب Sin By Y زائد Sin 2 By Y وأعطاني الpoint اللي عندي الpoint اللي هي X نوات Y نوتي أو X واحد وسالب واحد وسالب واحد ونص طيب أول شي خلينا عاوض النقاط هذه بالف عشان عاوقة جهزة F اللي هي سالب واحد ونص يساوي يلا نعوض عن كل X بسالب واحد نعوض عن كل عن كل Y بنص يصير عندي Cosine By 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 صح طيب بعدين هنا عندي ضرب Sin By الواي بنص نص في By يقضينا By على 2 صحيح Sin By على 2 أنا بعوض في الدالة زايدا Sin اتنين By في Y الواي بنص يعني اتنين في By في نص راحت اتنين معدين كان بيقول لك Sin ايش او كان بيقول لكم ايش Sin الواي صح نقول لكم اتنين باي على اتنين راحت الواي مع الواي صح لم صح كان بيقول لك سالبا باي اوكي يلا اجي هنا اقول له ساوي Cos سالب باي يعطينا بسالب واحد في Sin باي على اتنين يعطينا كم واحد Sin الباي بصفر فالجواب هذا صار عندي سالب واحد هذا تعويض ايش فيه نقاط بالدالة طيب الان اجيب اجيب الگريديانت خلاص فاقول لكم الگريديانت بالنسبة للنقاط هذه اللي هي سالب واحد ونص كالتالي يساوي اجيب المشتقة بالنسبة الكس يعني انا عندي لحظ عندنا اول شهر ضرب دلتين ها الحد الثاني هذا ما فيه لو اكس فهذا اعتبر كونست في الحالة هذه فاشتق هذا مشتقة كونستان عندي كاملة في ساين باي واي طبعا لاحظوا هذا المقدار ما فيه لو اكس فأرض يعتبر كونست في اشتقاقه بصفر واضح فاصلة اشتق بالنسبة الواي لاحظوا معايا في الحد الأول هنا هذا كونستان باي ما فيه الواف يعتبر كونستان وهذا اشتق مشتقة الساين يعطينا كونستان في اول شك عندي كونست باي اكس واي اوكي في مشتقة الزاية مشتقة الباي في وعطينا يش واي او خمسة خمسة اكس يعني في باي يعني واضح واضح جاست سو أنا زايدا هذا ايضا فيه واي فاشتق وعطينا زايدا مشتقة سأعطينا كوساين نفس زاوية اله اثنين باي واي في مشتقة الزاية اثنين باي يعتبر ثابت فيعطيك اثنين باي واضح قفل قوس الزاية الزاية عوض هنا لسالب واحد والنص اركز معي تعوض مباشر بس ننتبه ليش للشارات ولا قواس سالب ساين عوض هنا عن ال اكس بي سالب واحد لسالب باي صح سالب باي ضرب باي ضرب اوكي ضرب ساين باي في واي الباي بنص او الواي بنص نص في باي او نص في باي اعطينا باي صح هنا شوفوا اعطينا باي على اثنين صح منعوض نعوض عن الواي هنا بنص ساين باي على اثنين هنا فاصلة هنا نعوض عن ال اكس بسالب واحد لسالب كوساين سالبا باي في كوساين هنا باي في واي يعطينا باي على اثنين صح هنا كوساين باي على اثنين في باي زايدا كوساين اثنين باي في نص يعطينا باي صح منعوض اثنين باي في نص على اثنين كده صارت في اثنين باي هنا راح تتنمعت هيا لاحظوا معايا راح تقول لي مصعب باي ها تنسيت لا لا يا عمي هيا لازم تكون عارفا ساين سالبا باي يعطيكم زيرو وكوساين سالب باي يعطينا سالب واحد وكوساين باي على اثنين يساوي صفر وكوساين الباي يساوي سالب واحد يا الله تعالوا هنا ساين سالب باي بصفر هذا المقدار صفر كل صفر هذا المقدار راح خلاص بعين هنا كوساين سالب باي هنا يعطينا هذا السالب واحد كوساين بى على اثنين يعطينا صفر هذا المقدار كله راح اوكي هنا هنا صفر هنا بعدين كوساين باي هنا لاحظوا معايا يعطينا ايش كوساين باي شوفوا كوساين باي وكوساين سالب ب��게 نفس الجواب لذ Gateway لذا كوساين طير السالب فهنا كوساين أ Bou T bins باي برضي طير سالب واحد فهنا كوساين باي هذا المقدار كله سالب واحد هنا عندكم في اثنين باي يلا يساوي هذا الهنا الصفر انه هنا ما في اي حاجة سالب واحد فصل يعطينا ايش سالبا هنا صفر يعني هذا مقدر صفر سالب واحد في اثنين باي عطينا ناقصا اثنين باي واضح هذا الان تعويض في قريب الي اكتب المعادلة خلاص انتالت المسألة اقول لكم الزيت تساوي اف تعويض اللي تدالب النقطتين اكس اللي اكس واي ثم عند الجواب سالب واحد فاكتب سالب واحد بعدين عندي هنا لاحظوا اف ساب اكس عندي هنا بصفر تعويض الصفر في اكس ناقص اكس نوت اكس نوت عندي بكم بواحد صح فهذه اكس نوت هنا سالب واحد وعندي سالب مع سالب صلص موجة بعدين زايد ولا ناقص عندي ناقص خلاص حط ناقص ناقص اثنين باي فسب واي في واي ناقص واي نوت. الواي نوت عندي بنص صنع دواق ناقص النص. تبت فكها قواس فك عادي يساوي يساوي سالب واحد. هاي اخذ صفر في صفر. اضرب ده هنا صارك ناقصا اتنين باي واي سالب مع سال سالب مع سالب موجب خلاص. فيساوي ترتب خلي هادا قدامه تقول لك سالب بين اتنين باي واي عادي ممكن تقول هنا اا هنا كان في باي وليش انا من شايف. هنا يصير عندك مثلا دقيقة. ونكتب عندنا ندخل الكواس عادي بترتب رتب سالب اتنين باي واي سالبا اتنين باي واي. هنا عندكم هين نشوفوا. ااا dzień اخت بتتسمس البيدي اتنين باي على اتنين. نعم. اوكي هنا بعدين عندكم زايدا سالب مع سالب. موجب زايدا اتنين باي على اتنين. اثنين. اوكي. عندك هنا سالب واحد. بس هذا هو الجواب. يتالب اثنين باي زايدا باي ناقص واحد. بس. سؤال خمسة عشر ستعشر نفس الفكرة بس معطيك ثياغ ثري فريبولز. سؤال خمسة عشر ستعشر. قل لك جيب لي الكوهجة حق التانجج بلين وعطيك الدبلية وتساوي فانكشن في التي والاكس والواي والزيد. بس اضاف لك المتغير جيد والزيد عالي شالمشكلة. اعطاك النقاط كمان نفس الشيء. سؤال خمسة عشر. قل لك اف فانكشن في الاكس والواي والزيد. اعطاك الفانكشن عبارة عن ثلاثة. اكس سكوير ماينس اثنين واي سكوير بلس اكس في زيد سكوير. وعطاك النقطة اللي هي البوينت عبارة عن واحد واثنين وسالب واحد. خلينا نجهز. اش رأيكم مش نجهز الدالة الف اكس واي زيد. اعوض عن الدالة بالنقطة هذي واحد اثنين وسالب واحد. اقول لكم اف واحد واثنين سالب واحد. يلا. ثلاثة استدر كل واي باتنين نقص اثنين. في اثنين تربيع. زاد لسالب واحد. زاد لكم اخيم الواحد. في ازيد. استددر كل زيد بسالب واحد. في تربيع. يوس ساوي ثلاثة في واحد. وغينا ثلاثة اثنين. اربعة اربعة في سالب. بدنا نقوم42 كم ثمانية. ثمانية. هنا سالب واحد في بتربيه دعني قبل زائدا واحد. على خطر يساوي لسالب اربع. الجهاز عاش اول زوم من المعالم حالتان قبلين. اجيب ال غريديانifies لالنقطة اللي هي واحد وثنين وسالب واحد يساوي يلا اشتقي فالسبل لك. الحد اللي عبارة 6x wasn't x. tutaj we are going from x asм. 1 x squared is equals Z squared. You still need to adjust the weak reasoning to y... حد الثالث ما فيه Y هنا يجب أن نستقاقه ناقصا 4Y اشتق بنسبة لZ الحد الأول ما فيه Z أشتقاقه فيه Z يجب أن تربيع عبارة 2Z و في X يكون لدي 2X Z هنا سأعود بالنقاط هذه عن كل X بواحد وعن كل Y باتنين وعن كل زب سالب واحد يلا 6 ب1 زايدا سالبا واحد تربيع فاصلة نقص اربعة في اثنين فاصلة اثنين في واحد في سالب واحد يلا ايش يساوي هنا اعطينا ستة في واحد ستة نقص وحعطينا كم هنا شوفوا سالب مع سالب سلمولة ستة سالب واحدة كم سبعة فاصلة سالب اربعة في اثنين كم فيها سالب ثمانية فاصلة اثنين في سالب واحدة كم سالب اثنين اجعل انا اكتب المعادلة الحقيقة الو هنا الو تساوي تعويضي في الدالة كم طلع سالب اربعة فاكتب سالب اربعة زايدا اف سب اكس لي سبعة في اكس ناقص اكس نوت اكس نوت عندكم واحد فيطلع ناقص واحد بعدين اف و سب واي لي سالب ثمانية في واي ناقص واي نوت بين واي نوت اتنين ناقص اتنين اذن ناقص اتنين لي اف سب زد في زد ناقص زد نوت زد نوت عندنا سالب واحد سالب مع سالب صارت موجب زايدا واحد انتهت المسألة خلاص فوق اقواس عادي سالب اربعة دخل ده هنا صارت زايدا سبعة اكس ناقص سبعة دخل ده هنا ناقص ثمانية واي سالب مع سالب اطلق مثل موجب ثمانية في اتنين ستتعاش ناقص اثنين زد سالب موجب زد ناقص اثنين انا اول شيء ارتبوا اقادي اخوذو يخلوك ساعة اول شيء سبعة اكس احط ها قدام ولا تزعي بعدين الاي ناقص ثمانية واي سالب ازد ناقص اثنين زد تحط ولا تزعل نقص اتنين زد. انا جمع الرقام سالب اربعة وسالب سبعة وزايد ستعاش ونقص اتنين. اعطيك زايد ثلاثة. لا احد يقول لي ما اعرف كيف اجمع اجمع خلاص. هذي كان مشكلة واحد يقول لي ما اعرف اجمع. طي. سؤال ستعاش. اخر سؤال. اعطيني الفنكشن اكس واي زد. اعطاني الدالة اكس واي في زد. اكس واي زد. زايدا اكس سكوير. والبوينت اللي اعطاني اياه اللي هي عبارة عن اثنين وصفر وسالب ثلاثة. اوش خلينا نجاهز لكم نجاهز الفنكشن اللي هي اثنين وصفر وسالب. يعني اعوض عن بالنقطة اللي اعطاني اياه في الدالة. يلا. هنا نعوض اثنين في صفر في سالب ثلاثة زايدا اثنين تربعين حيبقى اشهر اربعة بس. الان هذا كله راح بصفر. اوكي الان اجيب بقريدينت لنقطة اللي هي اثنين وصفر وسالب ثلاثة. يلا يساوي. اشتق بالنسبة ال اكس. هنا في اكس نعم اكس بواحد يبقى عندي ي في زيد. هنا اشتق بالنسبة الهاتف زايدا اثنين اكس. فاصلة. اشتق هنا بالنسبة الواي يصير عندي اكس في زيد. فاصلة. اشتق بالنسبة الازيت في الحد اللاخير يصير عندي اكس ي. اوكي واضح؟과 ي زاد اثنين اكس اكس زيد اكس واي. اعوض النقاط اللي عندنا ويساوي هذا. يلا. الواي عندي بسالب ثلاثة او سوري الواي بصفر الزد بسالب ثلاثة زايدا اثنين في الكس عندي باثنين فاصلة اكس في زد الكس عندي باثنين والزد بسالب ثلاثة فاصلة منعوض بالواي بصفر طيبين صفر هذا برضو صفر حطي عندي الجواب يساوي كم اربعة فاصلة سالب ستة فاصلة صفر واضح ان شاء الله انا جاء اكتب المعادلة عندي الو تساوي تعوضي في الدالة بالنقاط طلعتكم اربعة اربعة بعدين زايدا افسب اكس ليه اربعة في اكس ناقص اكس نوت وين النقطة اللي عندي هي هادي اكس نوت يعني اثنين اوكي بعدين افسب واي الى ناقص ستة في واي ناقص واي نوت وين الواي نوت صفر يعني خلاص ناقص صفر يعني بعدين زايدا صفر هذا المقدر كل الراح خلاص ما احتاج يساوي في اكواس اربعة زايدا أربع أكس أضرب دا هنا ناقصا ثمانية ناقصا ستة وارتب حطيس قدم براحة أربع أكس ناقصا ستة واي ناقص أربع وهذا هو الجواب بالتوفيق